سلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلوة من كومنتاتكم الجميلة لو سمحت دعموني شوية باللايك والشير عشان الفيديو يترفع ولو انت اول مرة بتشاهدونا ياريت تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبوا لي كومنت حلوة كده عشان ارحب بيكم ان شاء الله نسمي باسم الله النهاردة هنعمل اكلة شعبية يعني اعتقد موجودة في كل الدول هي الكسكس او الكسكسي او المفتول او المبروم يعني ليه مسميات كتير جدا في كل دولة هنقول على كل الاسرار وشوية تكات كده بطريقة جدتي هتخليه احلى وهنقول على ازاي يطلع معاك لونه اصفر كده الكاميرا والاضاءة مش عاطينه حق وصراحة والله يعني عامل كأنه حبات خرز يعني مش كسكس نسمي بسم الله ودعمونا باللايك يلا بسرعة نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير هنا اصحبي انا ان شاء الله هشتغل على كيلو من الطحين كيلو من الطحين انا بستخدم طحين جميع الاستخدامات هنضيف عليه معلقة صغيرة من الملح وتابعوا معايا بقى الاسرار هنقولها بالتدريج كل حاجة في مرحلتها هنا بقى اللي بيديله هشاشة وبيديله خفة كده في الاكل وما يخليش الكسكس يلزق في سقف الحلقة اثناء الاكل بنحط معلقة صغيرة من البيكن بودر وينفع نستبدلها بخميرة الخبز يعني كانت جديدة اللي يرحمها كانت احيانا تحط البيكن بودر واحيانا كانت تحط خميرة الخبز ما تقلقوش مش بيخمر الكسكس بالعكس بيخلي الحبات خفيفة جدا وما بيلزقش في سقف الحلقة اثناء الاكل تجربو وما تستغربوش باخدنا كوب بالزبط يعني التزموا بالمقدير كيلو الطحين بياخد كوب مية ما تزوديش عن كوب مية عشان الكسكس ما يعجنش بنراشراش لو انت عندك حد ينقط لك نقط بالزبط كده لو ما عنديكش حد زي حالاتي كده ايد بتبرم و ايد بتراشراش المية راشراشت الكوب المية مية عادية جدا بدرجة حرارة الغرفة يعني لا سخنة ولا بردة و بنبدأ بقى هنا بقى لا ما بنفرق الحبات الكسكس ما بنضغطش ما بين راحة اليد ليه لان انت لو ضغطت هتطلع الحبات مكتومة تقيلة لكن بخفة يعني انا طبعا الاجزاء دي الفيديو اصلا كان حوالي 30 دقيقة انا مصرعه كله يعني فهنا بيبدو ان انا بضغط بقوة لكن انا طبعا عشان مصرعه الفيديو بخفة جدا بتضغطي فهو بيبرم الحبات حتى نلاقي ان الطحين كله تقريبا اهو زي ما انتوا شايفين اتشرب كوب المية و كده اهو زي ما انتوا بقى فرق كده اهو زي ما انتوا شايفين كده ممتاز طبعا الناس بقى اللي عايزة بالطرق التقليدية بتجيب الغربال او الهزاز وبتاخده بقى تبدأ تغربله و تطلع حبات الكوسكوس لكن دلوقتي المكاين اه بقت متوفرة في كل بيت واللي ما عندوش الفود بروسيسور او الكبه يقدر في الخلاط في مطحنة الخلاط شوية شوية صغيرين وتعمليهم ولو هتعملي في مطحنة الخلاط ستشتغلي على نص كيلو عشان ما تحرقيش المطور بتاع الالة و ضربه متقطع المرة الاولانية بنضربه حلو يعني ضربه متقطع لحد ما يفصل لي كده ويديني حبيبات اهو زي ما انتوا شايفين اهو هبدأ بقى زي ما انتوا شايفة كده عطاني حبيبات هبدأ كل الكمية اللي عندي هتضربها حتى اهو زي ما انتوا شايفين بحاول اقرب عشان يوضح لكن الكاميرا بتعكس والاضاءة فما بيدولوش حقه صراحة هنا هجيب صنية و عندي طبعا دي قماشة جديدة لسه نشر ياها او شاشة او عندك تيشيرت او فانيلا بيضة المهم حاجة تكون غير مستخدمة مضيفة غير مستخدمة و بتخليها بقى بتستخدمها للكسكس وتخليها تنفع للجبنة والكسكس هنا شايفين بعد ما ضربته بقى جيبها في القماشة اهو و طحنت كل بقى ضربت كل الكمية اللي عندي شايفين ما شاء الله الكيلو عطلنا كمية كبيرة هنا بقى السر التاني اللي هيخليلي حبات الكسكس خرز ما يلدتش على رأي جدتي او بتقول ما يلدتش يعني ما يعجنش منك لو احنا حطناه كده و ما حطناش معلقتين زيت نباتي لما نيجي نتسويه على البخار هتلاقي حتة واحدة قطعة واحدة هنا معلقتين من الزيت النباتي ونحاول برضو بخفة انا طبعا مصرع الجزء ده وبنحاول كده نفرق حبات الكسكس بمعلقتين الزيت حتى معلقتين الزيت يتدخلوا في الحبات كلها وده اللي بيخليه مفرفط كده وكأنه حبات لولو ومش حبات كسكس اهو زي ما انتوا شايفين هلم أطراف القماشة اللي عندي وطبعا معانا حلة البخار اهو لازم تقفل الأطراف كويس جدا حلة البخار طبعا الميا لازم تبقى نصف الحلة عشان الميا ما توصلش للقماشة وتبدأ تعجن لك الكسكس حطيت فيها معلقة فانيلا الفانيلا بتدي له ريحة حلوة جدا طبعا الكسكس بيستوي على البخار فبالتالي بيطعم لي الكسكس هنا هخليه ربع ساعة اول ربع ساعة وهتشوفي هنعمل ايه مع بعض هنسيبه ربع ساعة اصحابي بعد ربع ساعة باجي طبعا انتبهوا على اديكم لان لقدر الله حرق البخار صعب جدا ربنا يعافينا واياكم بجيب اللي سباتولا او اي معلقة كده بحرك حبات الكسكس عشان ما تكتلش مني اهو بعد ربع ساعة اهو حركت بس تحريكة كده بالمعلقة او باللسباتولا هروح بقى خلاص اسيبه يكمل نص هسيبه ربع ساعة تانية هيبقى نص ساعة يبقى التفويرة الاولى نص ساعة على النار بعد اول ربع ساعة بعمله تحريكة شايفين بقى حبات الكسكس بسبب الزيت حتى لو انت معملتش التحريكة بتاعت المعلقة مش هتفرق كتير يعني بس يوفضل ان انت تعمليها اهو شايفين بقى الحبات طبع اهو حبات مش متكتل مش متعجن ما تزوديش نسبة المية عشان ما يعجنش منك اهو هبدأ اضغط عليه بقى بقى باي مقصوصة عندك او اي سباتولا نفكك بس الحبات وشايفين اهو ما شاء الله طحفة اهو هفككو اهو طبعا سخن جدا ننتبهوا على اديكو لان البخار ده بيبقى صعب جدا ربنا عافينا واياكم ان شاء الله بنضغط عليه هنفككو كويس شايفين الحبات اصلا ما شاء الله رهيبة اهي فكت كلها ما خدتش سواني مننا مجرد ما بتضغط عليه بيبقى بيفرفت اهو زي ما انت شايفة يعني مش معجن ولا حاجة هنا بجيب بقى نص كوب مية وببدأ رشرشه كده نص كوب ماء فقط لو انت اه انا طبعا عشان الكمية دي كلها مش هنأكلها في نفس اليوم فانا هشيله في الفريزر اه لو انت هتستخدمي الكوسكوس في نفس اليوم بدل ما تضيفي المية ضيفي حليب الحليب هيدليه طبعا قيمة غذائية وهيدي طعم احلى لكن لو انتو مش هتستهلكوه في نفس اليوم يفضل ان انت ايه مية لو انت عاملة يعني كمية كبيرة وهتشيلها في الفريزر يفضل طبعا المية هتبقى صلاحيتها اعلى لكن لو حاجة هتستهلكاه في نفس اليوم بدل المية استبدليها بالحليب اللي هي نص الكوب التاني بس وهبدأ بقى جيب الكبة هنا مش بندرب ضرب بقى زي المرة الاولانية لا ده لفة بسيطة خالص بس اه زي ما انتو شايفين شايفين الحبات ما شاء الله اه تحفة اه لفة بسيطة يعني مش بندرب زي المرة الاولانية لا اقل طبعا هضربهم كلهم ونبدأ اه رجعتهم تاني الاماشة شايفين تشاكل حبات الكسكس غير طبيعي اه هبدأ بقى لم اطراف الاماشة وهبدأ احطوا على حلة البخار التفويرة التانية بخليها ساعة والنار طبعا بتبقى نار متوسطة لمدة ساعة على البخار هنا بعد ساعة فورتوا التفويرة التانية اه شايفين الحبات لم عجن اه لم تكتل يعني رهيب اه شايفين يعني كأنه خرز بالضبط ما شاء الله اه فرفة ناس زي ما انتوا شايفين وشايفين الحبات في ناس بتحب بتكتفي بالتفويرة التانية لكن احنا هنمشي مع بعض وهوريكم الطرقاتنا احنا في الكسكس شايفين الحبات ما شاء الله طحفة اه رهيب هنا بقى هنحط الادام او السمنة وطبعا اللي بتديله سبب اللون الاصفر الحلو اللي انتوا شفتوه ان انتوا بتستخدموه اما زبدة صفرة او سمنة صفرة الكيلو بياخد من 300 جرام ل 350 جرام يعني حوالي كباة ونص بنبدأ بقى ندخل السمنة حلو فيه قوي وما تقلقوش فيه حد يقولك مثلا لا السمنة بعد كده يعني مش يعني كده هتشوفوا في المرحلة احنا ليه حطينا السمنة دلوقتي بعد ما سويت بالسمنة فيه ناس ممكن تحب تكتفي بالمرحلة دي لكن جربوا بقى المرحلة التالتة هاخد الكوسكس في قلب الكب يعني ثانية بس في المطحنة ليه بقى فكرة المطحنة دي بتخليلي الكوسكس يتشرب الادام او الزبدة او السمنة اللي انت استخدمتيها فبيخليليك حبة الكوسكس هشة وخفيفة كأنك بتاكل هوا مايلزق في سقف الحلق ويبقى تقيل لا بالعكس بتخلي حبة الكوسكس تتشرب اهو ويتشبع من السمنة او الزبدة اللي احنا اضفناها ويبقى هش جدا وخفيف زي ما انتوا شايفين احنا بند بس لفة خفيفة هنا اصحابي بقى هاضربهم كلهم وهنا هرجعوا على النار عشر دقايق فقط يعني سبع تمن دقايق بالكتير يعني يعني اقصى حاجة نوصلها عشر دقايق شايفين حبات الكوسكس غير طبعية شايفين هو لون السمنة بقى اللي بيديله التحفة ولما بنرجعه على النار يعني حد مثلا يقولك القماشة او الحاجة اللي بنستخدمها بنفور فيها هتتشرب السمنة او المادة الدهنية اللي اضفناها لا بالعكس لان احنا شربنا الكوسكس في المطحنة لما حطناه في الفوت بروسيسور ودينا له لفة خفيفة هو ده اللي خلى لي حبة الكوسكس تبقى هيشة وخفيفة وتتشرب كل السمنة فبالتالي انتو شايفين القماشة اصلا ما فيهاش اي نسبة سمنة ولا شربة السمنة لان حبات الكوسكس كده هي تشربت السمنة كده هنا بقى اهو زي ما انتو شايفين نازل غير طبيعي غير طبيعي يعني ما تكسلوش عن التفويلة التالتة دي بعد اضافة الادام بتفرق جدا بتخلي حبة الكوسكس هيشة خفيفة طبعا حبابنا في المغرب والجزائر بيستخدموا السميد طبعا نقدر نستبدل مثلا نحط نصف الكمية من الطحين ونصف الكمية من السميد براحتكم يعني انا والله مش قادر اوصف لكم ريحته يعني غير طبيعي زي الخرز اهو شايفين اللون والجمال والحلاوة طبعا بقى ليه حب استخدمه حادق هيكلوا بيضيفوا عليه كمون انا عمري ما اكلته حادق على طول بنكله بالسكر والمكسرات ولسا ان شاء الله ناوي يجربوا بالطريقة المغربية حادق بازن الله اهو شايفين الكوسكوس غير طبيعي بحفظه بقى في اكاس بحطه في الفريزر بعدين بطلعه تلاتين ثانية في المايكرويف بيرجع كأنك لسه عاملها دلوقتي وبضيف عليه السكر والمكسرات وفيه ناس بيحبوا يحطوا عليه الحليب يعني طبعا طريقة الاكل بقى كل واحد حسب ما بيفضل الريحة مش قادرة يصفالكم اهم التكات اللي قلنا عليها معلقتين الزيت النباتي التفويرات نص ساعة في الاول بعد كده ساعة بعد كده عشر دقايق وان شاء الله هتاكلوا احلى كوسكوس يعني ينافس يعني المحلات اصلا يستحيل يعملهولك